موسيقى أهلا بكم دعا المبعوث لأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمن دعا قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان إلى اتخاذ خطوات لإعادة الحكومة السودانية وإطلاق صراح المعتقلين ونفى فيلتمن الأنباء التي تحدثت عن وصوله إلى العاصمة السودانية وأكدا على وجوده في واشنطن وعارب فيلتمن عن قلق بلاده حيال المسار الديمقراطي في السودان بعد استلاء العسكر على السلطة على حد قوله منشيرا إلى أن البرهان والعسكريين الذين يدعمونه خطفوا وخانوا تطلعات الشعب السوداني إلى وطن ديمقراطي سلمية وفي السياق جددت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي رفضها لأي حوار قبل العودة إلى وضع ما قبل الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي يأتي هذا في وقت تتواصل فيه الدعوات لعصيان مدني وإضراب شامل من قبل هذه القوى الرافضة لإجراءات الجيش وبالتزامن مع جهود للوساطة يقودها المبعوث الأممي في السودان ووفد من دولة جنوب السودان الحديث حول تطورات الأوضاع في السودان ينضم إلينا عبر الإنترنت من فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور ريتشارد وايتز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد الأمريكية كما ينضم إلينا عبر الأخمار الاصطناعية من الخرطوم الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي القيادي في قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي وكذلك ينضم إلينا عبر الإنترنت من الخرطوم الكاتب الصحفي عثمان مرغني أحييكم جميعا لكن دعوني أبدأ مع ريتشارد وايتز إذن على ما يبدو أن اللهجة التي استخدمها فلتمن في حديثه اليوم عن السودان كانت تبدو لهجة قاسية فقد قال لقد اختطف وخان الجنرال البرهان وأنصاره من العسكريين تطلعات الشعب السوداني لبلد ديمقراطي سلمي هذه التصريحات ما الذي تعنيه وهل هي معبرة حقيقة عن موقف إدارة بايدن مما حدث في السودان أم ماذا سيد ريتشارد نعم بالتأكيد السفير كان أو تحدث بنبرة قاسية وبلهجة قاسية تجاه ما قام به الجنرال البرهان وهذا يعبر أو يعكس موقف الإدارة الأمريكية العام ولكن ربما ألقى بظلاله خسيمة وأن السفير فلتمن قال لبعض ممثلي وسائل الإعلام بأنه ظلل من قبل الجنرال البرهان حيث أنه قال له أنه لن يسيطر على السلطة ولكنه نكث بوعده له وطبعا السفير فلتمن هو مسؤول عن منطقة أثيوبيا كذلك وبالتالي هو يتعرض لضغوطات كبيرة سيمون عليه أن يتعامل مع كل هذه الأزمات لذلك أعتقد أن ما صدر عنه من تصريحات يتسق ويتوناغم مع موقف الولايات المتحدة تجاه ما قام به الجنرال البرهان ريتشارد العلي البعض غير مصدق أن يستطيع الجنرال البرهان القيام بمثل هذه الخطوات الخطيرة من وجهة نظر البعض دون رضا من الولايات المتحدة الأمريكية أو يعني إعطاء إشارات بشكل أو بآخر عن الموافقة بشكل عام هل هذا صحيح؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تفاجأت كما تفاجأ الجميع بهذه الإجراءات نعم انطباعي هو نعم أن الولايات المتحدة لم تدعم ولن تدعم الانقلاب وأنها تفاجأت بما حدث فعلا ولو أردت أن أنظر إلى دعم خارجي فربما هذا الدعم جاء من روسيا والصين والتي تفضل بقاء العسكر في الحكم أو لا تبدي امتعاضا تجاه ذلك ولكن الولايات المتحدة أرادت أن يتحقق الانتقال السياسي وأشارت على مدى سنوات أنها سترفع العقوبات وأنها ستعمل على تحسين العلاقات مع السودان ولكن الآن ما حدث قوض كل هذه الجهود وأطاح بها إذن هل تعتقد أن روسيا والصين قادرتان بشكل أو بآخر على دعم الفريق البرهان في هذه الخطوات رغم رفض الولايات المتحدة الأمريكية وأن يستكمل الفريق البرهان مساره إلى نهايته أم لا للإجابة ببساطة هي بالإجابة نعم على كل الأسئلة التي طرحتها نعم روسيا والصين على الأرجح بأنها ستعمل على دعم الجنرال البرهان ولا أرى في الولايات المتحدة أو في المؤسسة السياسية الأمريكية تدعم بقاء العسكر في السلطة في حين أن روسيا والصين قد ترى منفع لهما وهذا يبعد النفوذ الغربي عن منطقة السودان وهذا رأيناه يتجسد في إيران وفي بورما وهذا ما فتح مجالا لكل من الصين وروسيا لبسط نفوذهما لا أدري إن كان الضيوف الآخر إذا كانوا أقدر على الإجابة من شأن ما يمكن أن يحدث في المستقبل ولكن الولايات المتحدة كما ذكرت هي حريصة على عودة المدنيين إلى السلطة وذلك ما من شأنه أن يحمي الحكمة ونظام الحكم أو منظمة الحكم في السودان من الممكن أن يكون لدى الولايات المتحدة الأمريكية حزم ما فهمت منك الرغبة في عودة المدنيين إلى السلطة لكن اسمح لي وبصراحة شديدة هل لديها القدرة على تحقيق ذلك وعلى دفع البرهان للعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر؟ نعم الولايات المتحدة لوحدها لا تستطيع ذلك الأمر يتطلب جهداً وضغطاً مشتركاً تشارك فيه الدول الأفريقية لتعمل مع السودان من أجل ما يسمى بتحقيق التنمية الداخلية وتعزيز القوى الداخلية ولكن لا أعتقد أن الولايات المتحدة لديها القدرة والإمكانية لتحقيق هذا الهدف دون دعم من جهات أخرى يعني ريتشارد حتى لا أطيل عليك وأطيل على بقية الضيوف ما الذي حدث للولايات المتحدة الأمريكية؟ كانوا زمان يتحدثون على أن الولايات لا أحد يستطيع أن يقوم بانقلاب دون رضا الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تثبيت أنظمة وخلع أنظمة من الحكم على ما يبدو أن هذه الأمور تغيرت ريتشارد ما الذي حدث؟ هذه الصورة ربما هي متقادمة ولا أعتقد أنها صحيحة في الوقت الحالي نرى تغيرا في نظام الحكم في فنزويلا في إيران في ميانمار وغيرها من ألا أماكن عرضتها الولايات المتحدة ولن تتمكن من وقف هذه الانقلابات أعتقد أن علاقة السودان بالولايات المتحدة لم تكن جيدة فكانت علاقة الولايات المتحدة بنظام البشير سيئة ولكن لاحقا حاولت أن تحسن الوضع وطبعا في فرنسا ربما كانت من الدول التي كانت تدخل في قلب أنظمة الحكم ولكن لم تعد كذلك لذلك لا أعتقد أن ثمة دولة يمكن أن تؤثر على تغيير نظام الحكم وخصوصا في دولة ذات تعقيدات كثيرة مثل السودان لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الآن حريصة على عودة النظام المدني والحكم المدني لمقاليد الأمور ريتشارد وايدز خبير الأمن والاستراتيجي العسكرية في مؤسسة ويكستراد الأمريكية كنت معي عبر الإنترنت من فرجينيا شكرا جزيلا لك دكتور المهدي قبل أن نخوض في تفاصيل المشهد الداخلي السوداني أنا أريد أن أستمع إلى رأيك فيما ذكره ريتشارد وايدز الآن من أن الولايات المتحدة الأمريكية بمفردها لن تكون قادرة على إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الخامس والعشرين من أكتوبر وأن دعم روسيا أو الصين للمكون العسكري كفيل بشكل أو بآخر إلى بقاء الأمور على ما هي عليه الآن ما رأيك؟ شكرا جزيلا بالفعل لولايات المتحدة الأمريكية بمفردها لا تستطيع أن تعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الإنقلاب العسكري ولكنها تستخدم حلفاء لها في المنطقة وكذلك نفوذها في بجلس الأمن وكذلك قدراتها وقوتها الاقتصادية وعوامل أخرى تستخدمها كلها للتأثير على الوضع الذي استجد في السودان نتيجة الإنقلاب العسكري لدعم التحول المدني الديمقراطي في السودان والولايات المتحدة عندما تفعل ذلك وهي تفعل الآن وقد اندهشت فعلا وقد فوجأت بالخطوة لأنها فعلا خطوة تير متوقعة بالنظر إلى الأوضاع على الأرض في السودان الشعب السوداني كله الآن يتجه نحو التحول الديمقراطي ويسعى بكل قواه لمضي قدما نحو سن قوانين التحول الديمقراطي واستكمال مؤسسات الانتقال وقطع شوطا في موضوع السلام وهو يسعى لاستكماله ولا يتوقع عاقل أن يقدم المكون العسكري أو خلينا نقول الجنرال البرهان أن يقدم على هذه الخطوة لقطع الطريق على هذا التحول سيما وأن هذا الوضع في السودان جاء بعد جهد كبير جدا بزله الشعب السوداني بشبابه، بنسائه، بزراعه، بمهنيه، بعماله، بقواه السياسية لمدة أربعة أشهر أو تزيد يصارع ويبيت في الشوارع ويقاوم النظام الديكتاتوري حتى تمكن بتضامن قواه المسلحة مع الحراك المدني في اقتلاع النظام وتأسيس نظام ديمقراطي وهذه هي المرة الثالثة يخرج فيها الشعب السوداني ليقتلع نظام عسكري ديكتاتوري ولذلك كل المؤشرات كل المعطيات تقول أن ليس هناك عاقل يقدم على انقلاب عسكري وهو يعلم أن مصيره سيكون كبصير الذين سبقوه عندما قطعوا الطريق على أحلام شباب السودان في التحول الديمقراطي ولذلك كانت هذه المفاجأة دعني في هذا السياق أسأل فريق دريس جيفري فلتمن اليوم كانت له تصريحات أخرى واضحة للحقيقة قال نحث الجيش على إطلاق صراح جميع المدنيين المعتقلين وإعادة مجلس الوزراء إلى عمله بعد رفع الإقامة الجبرية على رئيس الوزراء إلى أي مدى يستطيع الفريق أولي البرهان أن يتحمل مثل هذه الضغوط هنا ليست الولايات المتحدة الأمريكية فقط من تضغط حتى الرجل قال أن الإمارات تشاركنا نفس التوجهات أيضا تحدثت مع المصرين أن التحد الأوروبي عن بكرة أبيه يرفض كل هذه الإجراءات الأخيرة فهل يستطيع الفريق أولي البرهان أن يتحمل هذه الضغوط وأن يتحمل مرة أخرى أن تعود السودان إلى العزلة الدولية أم يجب عليه الآن أن يتراجع خطوات إلى الخلف طبعا هذا هو الذي يجب أن يكون لأنه لا يستطيع أن يصمد سيد المهدي حسن طيب أكمل هو السؤال كان للسيد إدريس إبراهيم لكن على أتحال يعني إجابة سريعة منك قبل أن أذهب للسيد إدريس لا يستطيع أن يصمد أمام هذه الضغوطة الكبيرة جدا الضغوطة مدعومة من صاحب المصلحة الشعب السوداني الذي خرج يوم السبت 30 أكتوبر بالمليونية التي شهدها كل العالم وهو يضغط في سبيل عودة لوضاع على ما كانت عليه قبل الإنقلاب ويطالب بعودة حقوبته المدنية ويطالب بإطلاق صراحة المعتقلين وعلى رأسهما السيد رئيس الوزراء وزراء الفترة الانتقالية الذي أجمع عليه الشعب السوداني وهو الآن في إقامة جبرية لا يستطيع أن يتحدث حتى لأجهزة الإعلام ولا حتى يستخدم هاتفه للتواصل مع الناس الضغوط هذه الداخلية والخارجية يجب أن تجبره على التراجع وعلى البحث عن مخرج من الورطة التي وقع فيها وأوقع السودان فيها بهذه الصورة سيد عثمان ميرغاني بصراحة شديدة هل البرهان في ورطة؟ كما يقول السيد مهدي حسن هو في ورطة وأوقع السودان في ورطة أن الرجل قوي زمام الأمور جميعها في يده الآن ولديه ما يستند إليه ونحن على الأقل لا نعلمه حتى هذه اللحظة هما رأيك أنت؟ نعم نعتقد أن السودان هو الذي في ورطة الآن يعني المواقف التي وقع فيها الآن بفعل الموقفة والقرارات التي صدرت في 25 أكتوبر هي التي وضعت السودان الآن في ورطة أنا لا توقع أن يكون الفريق البرهان هو فقط في الواجهة أو هو صاحب القرار ربما هناك المكون العسكري مجتمعا وربما خلفه آخرون من السياسة الذين حتى الآن خلف الكواليس لا يظهرون وربما هناك آخرون أيضا لكن بالتأكيد دون تحديد من هو الذي أشعل هذه المشكلة والأزمة فالذي في ورطة الآن هو السودان بصورة كاملة ويبدو أن لحظة المواجهة بمعنى آخر أن تجاوز مرحلة الحوار والوصول إلى مرحلة المواجهة هي النقطة التي باتت أقرب الآن إلى السيناريو الذي هو شاخص بيننا والذي قد في أي لحظة يصبح في مرحلة ما لا يمكن استعادته مرة أخرى وإذا لم يتم تداركه خلال الساعات القليلة القادمة لكن اسمح لي هل سيتحمل البرهان الضغوط الأمريكية؟ يعني الحقيقة حديث فيلتمن اليوم كان قويا للغاية الرجل يقول لقد اختطف وخان الجنرال البرهان وأنصاره العسكريين تطلعات الشعب السوداني لبلد ديمقراطي سلمي كلام واضح وضوح الشمس لا يحتمل أي تأويل فهل سيستطيع الفريق البرهان تحمل ضغوط أمريكية والضغوط الأمريكية تليها ضغوط أخرى سواء اتحاد أوروبي أو دول أقليمية سيد مرغاني أم ماذا؟ نعم إذا كان الحديث فقط عن تحمل فللأسف الشديد دائما في مثل هذه المواقف يكون هناك من الذين يقدمون الاستشارة الخطأ التي تقول له أن هذا الأمر قابل لأن تتجاوزه هناك دول كثيرة وضعت في نفس هذا الوضع وستطعت أن تتجاوزه هذه التصريحات فيها نوع من تقاسم الأدوار تصدر من مسؤول دبلوماسي في مستوى أقل في أمريكا بينما القيادات العليا لا تستخدمت لهذه اللغة إذن هناك لغتان من أمريكا وأن هذه المساحة تسمح بالتعامل معها بصورة عملية في قلال المستقبل القادم كل ذلك يتوفر يعني رأينا كثيرا كثير من القرارات تصدر دائما في الواجهة شخصية تولى إصدار هذه القرارات لكن في الخلفيات هناك مستشارون يقدمون الاستشارة الخطأ في التوقيت الخطأ وينتج عنها القرارات الخطأ أنا متأكد تماما الآن هناك من يهوين لدى القيادة القيادة العسكرية هذه التصريحات ويقول أنه بالإمكان أن تعبروا بسلام وأن هناك دول أفريقية بالتحديد مصر مثلا تعرضت إلى نفس هذه الضغوط لكنها في نهاية قبلت بعد ذلك على مستوى الدولي بعد الإجراءات التي تمت هذه النصيحة للأسف الشريط تتوفر للقيادات وبناء عليها تتخذ القرارات ثم بعد ذلك تقع الفأس في الرأس أنت منذ قليل ذكرت نقطة تبدو خطيرة قلت أن الأمور من خلال الساعات القليلة الماضية إذ لم يتم التراجع من قبل جميع الأطراف أو تحديد على الأقل من قبل الفريق أول البرهان لعل الموضوع سيصل إلى ما هو أسوأ من ذلك ما الذي تقصده بما هو أسوأ من هذه الحالة سيد مرغاني سيد مرغاني نعم كنت لأسمع سؤال لو قايت أنت كنت تقول أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ ولعلها ستصل إلى الأسوأ بعد قليل ماذا تقصد بالأسوأ؟ الأسوأ هو المواجهة حتى الآن هناك حديث عن حوار حتى الآن هناك حديث عن وساطات هذا يعني أن هناك مساحة مشتركة وأن هناك نقطة تلاقي محتملة لكن عندما نتحدث عن انسداد الطريق أن يكون هناك حاجة صلب أمام الجميع فيعني ذلك عمليا أن الجميع سي افتراف الطرق وأن الجميع سيتجه للمواجهة المواجهة تعني أن نزول في الخنادق كل يتحسس ما لديه من أسلحة وبعد ذلك يكون عندما تتصارع الأفيال الذي يتضرر هو العشق طيب نحن نعلم طبيعة أسلحة الفريق البرهان فما هي أسلحة الطرف الآخر؟ الشارع يعني هو الشارع وللأسف الشارع ثمنه غالي جدا الشارع ليس مجرد الحديث عن مليونيات وهتفات ومشعارات الآن على الأرض هناك أكثر من 15 شهيدا شهيد شباب ماتوا ماتوا وفقدوا أرواحهم هناك أكثر من 150 جريح هناك من قتلوا من ضربوا وفقدوا القدرة على الحركة هناك شباب فقدوا الآن قدرة على الحركة لن يستطيعون يعودوا أشخاص صبيعيين هذا ثمن غالي جدا للأسف الذي يدفعه هو الشعب السوداني المعركة على الكراسي لكن الذي يدفع الثمن دائما هو الشعب السوداني والذي يكسب في النهاية في كل الأحوال مهما كانت النتيجة يبينا أو يسارا الذي يكسب هم القيادات والساسة لكن الشعب هو الذي يدفع الفاتورة للأسف سيد محمد المهدي حسن هل هناك حلول وسط لهذه الأزمة أنتم تقولون لا حوار قبل العودة لقرارات ما قبل 25 أكتوبر على ما يبدو أن الفريق البرهان على الأقل حتى هذه اللحظة لا يبدو أنه يريد أن يعود إلى هذه النقطة فهل من الممكن أن تكون هناك نقطة وسط يلتقي عندها الطرفان أم لا هو طبعا ليس هناك حل لهذه الأزمة والورطة إلا الحوار ولا بديل له أبدا لأنه الآن في أكثر من أربع مبادرات هي الآن تسترع وتتلمس رؤى الأطراف المختلفة ولكنها لم تبلور حتى الآن رؤية محددة يمكن أن يجمع عليها تجمع عليها الأطراف الخطوة التي جعلت القوى الحرية والتغيير تتحدث بهذه اللغة هو لغة الطرف التاني سيد البرهان وفريقه يتحدثون عن أنهم لا يحاورون لا يلتقون بشركائهم بعد أن فضوا الشراكة لا يلتقون بالشركاء بعد ذلك بعد الذي حدث ولا يمكن أن يجتمعوا معهم أبدا ولذلك جاءت اللغة التي تصدرت بالأمس من المجلس المركزي الحرية والتغيير بهذه الطريقة فإذن الموضوع فعل ورد فعل ولكن في النهاية لا بد من الحوار نحن في حزب الأمة التغينا كل هذه الأطراف في لجنة من قيادة الحزب كل الأطراف التغيناهم وكنا نتحسب لهذه الخطوة ونشعر بأنها إن وقعت ستخلط كل الأوراق وربما تتيح فرصة ويصل الناس إلى مرحلة تجعل طرفا سالسا يقطع الطريقة ويغلب الطاولة على الكل وهذا ما نخشاه أبدا نخشاه لبلاد ولذلك تواصلنا مع كل الأطراف وبلورنا رؤية كان يمكن أن تصبح مخرج ولكننا فجئنا بخطوة الانقلاب تماما كما تفاجأ حلفاؤنا الأمريكان ولذلك وصلت الأمور لمرحلة متقدمة من الخلاف سيد المهدي حسن هل تأتيكم أي إشارات من قبل الفريق الأول البرهان ومن معه تشير إلى أن الرجل من الممكن أن يصل إلى حلول وسط يعني يفتح باب الحوار أم لا هو يبدو مرونة وفريقه يبدو مرونة ولكنهم سرعان ما يتشددون مرة أخرى يعني ما يأتينا وما نسمعه منهم ونحن على تواصل بطريقة أو بأخرى معهم أو على الأغلبين مع السيدة الفريق البرهان ونائبه الفريق محمد حمدان هم يقولون لا يمكن أن يرجعوا إلى ما قبل 25 أكتوبر ولكن يمكن أن يتفاهموا في بعض ما صدر في 25 أكتوبر يمكن أن يتفاهموا في بعضها يتحدثون عن عودة الحكومة مستحيل ولكنهم يقولون أنهم متمسكون بأن يعود سيد رئيس الوزراء لممارسة لممارسة مهامه هناك تفاصيل يمكن أن يتفق الناس على لكن هناك ثوابت صعب جدا جدا أن تتجاوزها الحرية والتقيير لأنه موضوع الوثيقة الدستورية وموضوع القرارات نفسها يعني كل القانونيون يتحدثون عن أن سيد الفريق البرهان لا يمتلك هذا الحق اللهم إلا بالانقلاب العسكري وذلك أمر آخر لكن الترتيبات الدستورية الدستور لا يتيح له أن يقدم على هذه الخطوة لأنه رئيس لمجلس السيادة وبالتالي لا يتخذ قرار إلا بإجباع مجلس السيادة أما إذا رجع إذا فعل ذلك وهو بالفعل فعل ذلك كغائد للجيش فهذا انقلاب عسكري وهو يتحدث عن خطوات تصحيحية وهذا ليس صحيحا قانونا ودستورا ليس صحيحا فقام بانقلاب عسكري كامل الدستور لذلك عطل الدستور وعمل الإجراءات التي فعل حل الحكومة حل ميسا لكن سيد المهدي اسمحي لعله هناك ترحي أقول لك أن الصحيح شيء وما هو وقع على الأرض شيء آخر وبالتالي البعض يقول أنا الأواني أن يتم التعامل على ما وقع على الأرض نسمع من الفريق البرهان ماذا يريده يريد عودة حمدوك تماما يعني شيء جيد يريد أن تكون إذن هل سيقبل بحكومة يشكل حمدوك بمفرده وله جميع الصلاحيات وأن يدير الدولة كرئيس وزراء حقيقه بجميع الصلاحات وبحكومة تكنقراط غير حزبية يعني هل من الممكن أن يقبل الفريق برهان بهذا الأمر ضمن أمور أخرى تطرح هذا ممكن يتم عن طريق الحوار ولكن لا يتم بهذه الصورة سمين الله الدكتور عبد الله حمدوك لا يمكن رجل أتت به الثورة جاء به الشعب السوداني لا يمكن أن يقبل يتم تعينه عن طريق الفريق البرهان هذه مسألة التزام والآن التزام أخلاقي تجاه من جاء به إلى السلطة وبالتأكيد لم يأتي به الفريق البرهان أتى به الشعب السوداني في ثورة عظيمة جدا وأجمع عليه وهو تقريبا الآن واحد من من يجمع عليهم الشعب السوداني هو الدكتور عبد الله حمدوك ولذلك المسألة بسيطة جدا جدا في النغاشة الدائرة الآن يعني الرجوع جزئيا إلى ما قبل 25 ولا يمكن أن يقبل كأمر واقع ما حدث يوم 25 والاتجاه نحو محطة ثالثة هذه مسألة ممكنة وممكن يتفهبها الناس ونتيجة ما كان قبل الانقلاب لأنه كانت هناك خلافات كانت بائنة وهذا هو ما دفعنا للتحرك نحن وآخرون رأينا أن هناك خلاف بين المكون العسكري والمكون المدني وصل إلى مرحلة التراشق خاصة بعد لإقلاب العسكر الفاشل الذي فجر الوضع ونغل الأزمة إلى السطح إذن الحوار ولا شيء غير الحوار هو الوسيلة المسلى للخروج من هذا النفق الذي أدخلنا فيه الفريق البرهام من قلابه هذا ابقى معي سيد المهدي حسن سعود إليك وشاهدين الكرام في السياب قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي عيدان رول إن إسرائيل ليست وثقة من مستقبل علاقاتها التي أقامتها مع السودان مؤخرا بعد الإجراءات التي اتخذها الجيش وعطاح بموجبها بحكم المدنيين في السلطة وكانت وكالة بلومبرغ الأمريكية قد ذكرت أن رول قال للصحفيين أعتقد أنه من السابق لأوانه تحديد إن كان سيكون لنا شريك لمواصلة جهودنا المتعلقة باتفاقات أبراهام أم لا نحن نراقب الوضع عن كثب لكن الأمور لم تستقر بعد ومازال الوضع شديد الحساسية وأضاف رول الذي التقى وزير العدل السوداني في أبوظبيا الشهر الماضي الأمر ليس بيدنا في هذه المرحلة ولا يتوفر ما يكفي من الوضوح حتى بالنسبة لنا للإعلان عن موقفنا من هذه المسألة وإلى أين تتجه سيد مرغاني عود إليك مرة أخرى ودعني أسألك بصراحة أو من وجهة نظرك أين إسرائيل أين تقف إسرائيل مما حدث ويحدث في السودان الآن إسرائيل بالتأكيد تقف مع مصلحتها في المقام الأول لأنها تدرك تماما أن تغيير القيادة في الدول العالم الثالث مثل السودان أمر وارد أن تتغير القيادة كقيادة كأشخاص وأن تغير القيادة قراراتها وسياسياتها أيضا كل ذلك وارد يعني ليس هناك استقرار لغياب ربما والضحف المؤسسية في دول العالم الثالث فلا يمكن التعويل دائما على سياسة مستقرة لكن الذي تراهن عليه إسرائيل دائما هي مصلحتها مصلحتها الآن بصورة واضحة في الوقت الراهن حتى هذه اللحظة التي اتحدث فيها أمامك الآن هي مع المكون العسكري لأن المكون المدني لديه آراء مبدئية كانت الأحزاب التي تشكل قوة الحرية التغيير أصدرت بيانا في عشية زيارة وزير القارجية الأمريكي السابق كومبيو إلى قرطون وقالت أنها ترفض من حيث المبدأ أي تطبيع من العقاة مع إسرائيل إذن انتهى ليس هناك أمل الدكتور عبدالله حمدوق نفسه قال أن هذا الأمر يرجى لقيه قيام المجلس التشريعي أمر التطبيع مع إسرائيل إذن الشقة المدني يغلق الباق تماما أمام أي حوار أو تعاون مع إسرائيل أو تطبيع علاقات لكن الشقة العسكري هو الذي يعني هو الذي زار يغندا هو الذي أجر كل الانتصالات والذي قام عمليا بعملية التطبيع والذي وقع الاتفاق الإبراهيمي في السفارة الإبراهيمية في بداية هذا العام عند زيارة وزير الخزان الأمريكي إلى الخرطوم كل ذلك تضعه إسرائيل في الاعتبار لكن واضح تماما أن إسرائيل لأنها تتحسب لتغيير قواعد اللعبة في السزدان وإمكانية أن يكون هناك مواجهة بين أمريكا على سبيل المثال والمكوين العسكري أو بين المجتمع الدولي ككل والمؤسسة الأممية والمتحدة مع المكوين العسكري لكن بالتأكيد مصالحها مع المكوين العسكري دعني أقرأ هذا الخبر العجل أنه في صميم ما نتحدث فيه الآن سيد ميرغاني مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي للجزيرة تقول ما زلنا ندعم حكومة حمدوك رئيسا للوزراء في السودان ما زلنا ندعم حمدوك رئيسا للوزراء في السودان مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي للجزيرة ما زلنا ندعم حمدوك رئيسا للوزراء في السودان وهذا يأتي أيضا في سياق ما تحدث فيه جيفري فلتمن اليوم وينضم إلينا الآن الفريق أحمد إدريس إبراهيم رئيس هيئة ركان الجيش الشعبي لتحرير السودان القيادي في قوى الحرية وتغيير مجموعة التوافق الوطنية إذن الاتحاد الأوروبي يدعم حمدوك رئيسا للوزراء وكذلك جيفري فلتمن وكثير من القوى الدولية والإقليمية هذا يجعلني أسأل سؤال منذ قليل مرة أخرى ما الذي يجب على الفريق برهان أن يقوم به في هذه اللحظة قصوصا أنه إذا استمر في نهجه كما يقول البعض وفي طريقه ستتعرض السودان لعزلة دولية مرة أخرى وستفقد المكتسبات التي حصلت عليها خلال العامين الماضيين سيادة الفريق ما رأيك شكرا أولا لقناة الجزيرة والتهنية الحارة بالنسبة لي اليوبيل الذهبي 25 عام في البس المباشر اليوبيل الفضي 25 معلومة الصحيحة للمواطن نعم شكرا لكم أولا عودة برهان أصبح أمر فيه لغة كثيرة والرئيس قائد الجيش طلب كثير من حمدوك ويمكن هناك محاورات جارية للعودة ولكن يبدو أن هناك في ضغوط خارية وفي ضغوط من قوة الحرية وتغيير مجموعة أربعة أولا نسميهم أربعة طويلة وحمدوك لا يملك أي غرار ولا يمكن أن ينتظر المرهان إلى ما لا نهاية حمدوك يملك الآن الحديث إلى أحد حمدوك ما نعلمه جميعا أنه تحت الإقامة الجبرية فهل الفريق أول البرهان يتفاوض مع حمدوك تحت الإقامة الجبرية تحت السلاح إذا صح هذا التعبير يعني هل هذا منطق لا هذا غير صحيح حمدوك حر طليق حمدوك حر طليق وهناك مجموعة قامت بها نعم في هناك مجموعة تمثل مجموعة من السفراء قاموا بزيارته في منزله وعلنوا أنه بحالة جيدة سيادة الفريق حمدوك يستطيع أن يخرج في بيته أن يسير في الشوارع أن يلتقي بالناس أن يظهر على وسائل الإعلام أن يتصل بمن شاء أليستطيع ذلك نعم حمدوك الآن حر طليق كيف هذا سيادة الفريق أنا آسف أنت تقول كلام ضد ما هو معروف بالمناسبة المبعوث الأممي منذ يومين قال أن حمدوك تحت الإقامة الجبرية وليس لديه أي مقطوع عنه كل الاتصالات فلو سبحت من أين أتيت بمعلومة أن حمدوك حر طليق حر طليق وهو يتخفى من الناس ومن وسائل الإعلام يعني هو يريد هذا الأمر هناك سفراء قاموا بزيارته نعم وأيضا حمدوك آثر هناك حمدوك آثر عن نفسه أن يكون هكذا أن يسجن هل حمدوك أراد لنفسه أن يسجن يا سيادة الفريق حتى يكون الكلام يعني مقبول يعني على أقل من حيث ليس هذا صحيحا ليس هذا صحيحا أن حمدوك مسجوم حمدوك الآن حور الطليق وهو في منزله كما يعني ذكر يعني السيد المرغاني الآن أو سيد مهدي حسن عندما يترك هذا الاستوديو يستطيع أن يذهب الآن لحمدوك ويدخل إلى بيته ويتحدث إليه وحتى يعني يقوم بنزهة هل تستطيع ذلك سيد مرغاني قبل أن أسأل سيد مهدي أن تنزل الآن من الاستوديو وتذهب إلى بيت حمدوك وتقابله لا يعني يبدو أنه لكن لم تفهم حديثه وهو يقصد أنه حر طليق داخل صالون منزلين هذه رؤية جديدة بالتأكيد أنت تسخر من هذا الكلام نعم طبعا بالتأكيد لا أعتقد أنه حبيس ابقى معي سيدة الفريق هذا ما أرشي أنا مش عارف أنا هنا في الدوحة للحياة أنا مش عارف الرجل لعله فعلا بيسير في الطرقات وفي الأسواق سيد مهدي أنت الآن تستطيع أن تذهب لحمدوك هل تتحدث معه خلال الأيام الماضية تحدثت معه ذهبت إليه تناولت معه الشاي مثلا هل حدث ذلك؟ منذ أسبوع نحن نحاول أن نلتغيه ونطلب إذن لغائه ولم يسمح لنا من التغاه طلب إذنا وسبح له بلغائه ولكن لا يجوز أصلا وفقا للترتيبات المطلوبة على السيد الرئيس الوزراء أن يتحدث لأي أحد وإلا لماذا ينقل عنه ولا يتحدث هو نفسه الآن كل ما يقال ينقل عن السيد الرئيس الوزراء ولكنه لا يتحدث هو بنفسه أنا أستغرب كالحديث الذي يتحدث عنه الفريق مع اعترامنا له لكن هذه هي الزهنية التي التفت حول الفريق البرهان وسولت له هذه الخطأ وتريد أن تغلبت على الأوضاع بالصورة التي نحن عليها الآن سيد الفريق أنا لم يكن لي رأيي من الأساس لكن سيد مرغاني واضح ألك حمدوك من الممكن أن يكون حر طريق داخل صالة منزله والله أعلم وسيد مهدي أكد هذا الكلام أنت شخصيا من أين أتيت بالرواية الأخرى سيد الفريق أولا أنا أعتبت في قراراتي على البيانات التي تصدر من الدولة وليس هناك سبب يجعل أن حمدوك يكون معتغل في منزله جميل أنت توجه هذا الكلام الآن للفريق أو للبرهان تقول للفريق أو للبرهان الآن أنت من خلال شاشة ليس هناك سببا لوضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية حمدوك ليس تحت الإقامة الجبرية كما ذكرت لك سابقا وقد تكون هناك إجراءات احترازية لأن البلد هناك في تفلتات المنية يا سيدة الفريق اسمح لي ليس هناك سبب أصلا يا سيدة الفريق هل الدكتور حمدوك يعني إنسان لا يستطيع أن يحدد ما الذي فيه مصلحة ياملا لا يستطيع أن يحدد يخرج الآن أو لا يخرج يتحدث إلى من يقابل من اسمح لي يا سيدة الفريق هذا الكلام يبدو يعني يبدو من حيث المنطق غير مقابل هناك لا بد أن تكون هناك احترازات أمنية ولكن ليس هناك سبب أصلا أن يجعل حمدوك تحت الإقامة الجبرية لم يستكب جريمة وليس لم يستكب أي جريمة حمدوك حتى الآن وإنما حكومته تم حلها ومن الواجب أنه مجرد حل الحكومة إذن أخطأ السيد البرهان عندما وضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية دون أن يرتكب الرجل أي شيء أو أي جرم يجعله في هذا الوضع هل أخطأ الفريق البرهان في هذا الأمر لا أقول ذلك أنا قلت أن هناك إجراءات احترازية تجعل من أي شخص غير البرهان أن يضع حراسة أو تأبين لرجل مثل حمدوك سيادة الفريق سيادة الفريق دعني أسألك هل تستطيع بعد أن ننتهي الآن أن تذهب إلى بيت الدكتور حمدوك وتقابله وتترك له الهاتف ليتحدث إلى أي شخص يتحدث إلينا مثلا في الجزيرة هل تستطيع أن تقوم بهذا الأمر بصفتي ماذا أولا حمدوك سوداني لا تد أن يكون نعم ليس أي مواطن سوداني يستطيع أن يقابل أي رئيس وزراء هذا في العالم موجود وهل مزال الدكتور حمدوك رئيسا لوزراء السودان وهل مزال الدكتور حمدوك رئيسا لوزراء السودان نعم هذه الحكومة تم حلها سيادة الفريق أنت تقول hai استطيع أن نقابله لأنه رئيس الوزراء سؤالي واضح هل ما زال الدكتور حمدوك رئيساً لوزراء السودان. سيادة الفريق. إذا كانت هناك أسباب تجعلني أن أذهب إلى نغابل حمدوق. ويمكن أن يكون ذلك. هل ما زال حمدوق؟ لم ترد على سؤال سيادة الفريق. سيادة الفريق. هل ما زال حمدوق رئيساً لوزراء السودان؟ لم يكن حمدوق رئيساً للوزراء. لأنه تم حل الحكومة. هناك مفاوضات جالية. جميل. لتشكيل حكومة جديدة. جميل. إذن حمدوق الآن مواطن سوداني عادي. كبقية المواطنين السودانيين يستطيع أن يذهب إلى حيث يشاء. ويستطيع أن يقابل من يشاء. ويقابله من يشاء. فأنت الآن كمواطن سوداني تريد أن تذهب إلى مواطن سوداني آخر وتقابله. هل هذا صحيح؟ تستطيع أن تقوم بهذا الأمر بعد الانتهاء من هذا الحوار؟ ليس هذا صحيح. صديق العزيز. أولا حمدوق شخص غير عادي. فأيس لمجلس الوزراء. وهذه الحكومة تم حلها. وبالتالي لا بد من أن يكون هناك إجراءات احترازية. وهذا شيء معروف في كل العالم. ليس في السودان حسب. وليس هناك سبب أن يقوم البرهان بوضع حمدوق في لغامة جبرية. ليس هناك سبب. سؤالي الأخير. وأرجو أن ترده علي. إذا كان حمدوق افرد. هذا فرض. حتى لو لم يكون واقعا. إذا كان حمدوق تحت الإقامة الجبرية فعلا. فهل ذلك يعد خطأ. قام به الفريق أول البرهان. نعم أم لا؟ أولا حمدوق لم يكن في الإقامة الجبرية. وهذا السؤال لا يمكن أن يجاب عليه بلا أو نعم. حمدوق لم يكن في الإقامة الجبرية. وتم حل حكومته. وبالتالي لا بد أن تكون هناك إجراءات احترازية. لرجل بيسل حمدوق. نحن في الجزيرة الآن نستطيع التواصل مع الدكتور حمدوق يا سادة الفريق. نحن في الجزيرة. لسنا أشخاص عاديين بالتأكيد. نستطيع التواصل الآن والحديث إليه؟ نعم يمكن الحديث إليه كما تحدثونا مع إيران. لماذا لم تذهب إليه؟ لماذا لم نذهب إليه؟ منذ أيام كان هناك رجل يجلس في نفس الكرسي الذي تجلس عليه. وعادة الانتهاء من مداخلته قامت قوات الأمن. عندما قال أن هذا انقلاب عسكري بحبسه واعتقاله حتى هذه اللحظة. فائز السلك من مستشار السابق لرئيس مجلس الوزراء. أين هو بالمناسبة؟ أين فائز السلك؟ نعم أنا لا أدري أين فائز السلك. لكن كنت معه قبل فترة في مناظرة داخل هذا الاستيديو. قبل كم من الأيام تحديدا؟ ذهب. تقريبا عشرة أيام. أنا أقول لحضرتك أنه تم اعتقاله. نعم. فكر مثلا تزوره؟ أنا لا أدري. أنا لا أدري أنه تم اعتقاله. كيف سيد مرغني؟ طيب سيد مرغني بعيدا عن ما ذكره سيدة الفريق. يعني أين الحل؟ أين يكمل حل أزمة السودان الآن؟ سؤال لك أستاذ مرغني؟ يبدو أن الأستاذ مرغني مستمع على سؤال. نفس السؤال لك سيد مهدي تفضل. الحل هو إطلاق صراحة المعتقلين السياسيين. وعودة السيد رئيس الوزراء إلى موارسة مهامه. والتأكيد على الشراكة المدنية العسكرية. وإعادة الاعتبار للوثيقة الدستورية التي مزغت بهذا الانقلاب. والدخول في حوار لمناقشة القضايا المختلف عليها. للتباحث حولها. وإيجاد واستئناف مسيرة الفترة الانتغالية إلى أن تصل إلى إنهاياتها. غير هذا يبقى كلام لا يقدم ولا يؤخر. الحوار هو الوسيلة المسلة التي يمكن أن نحل بها قضايانا. ولا شيء غير الحوار. وحل مشاكلنا في داخل السودان. ما حك جلدك مثل ظفرك. فتولى أنت جميع أمرك. السيد محمد المهدي حسن. رئيس المكتب السياسي لحزب الأمم القومي. القيادي في قوى الحرية التغيير. مجموعة المجلس المركزية. شكرا جزيلا لك. كما أشكر الكاتب الصحفي عثمان مرغني. وكذلك أشكر الفريق أحمد إدريس إبراهيم. رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي لتحرير السودان القيادي في قوى الحرية والتغيير. مجموعة التوافق الوطني. مشاهدين الكرام المسائية مستمرة. وبعد قليل نتابع تطورات أزمة تصريحات قرداحي. وفيها رئيس اللبناني يقول أن معالجة الخلاف مع السعودية ودول الخليجية مستمرة. ووزير الخارجية اللبنانية يقول أن اعتذار الحكومة غير وارد وإن بلاده يفضل الحوار على الإملاء.